ذكر بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته العاملة على حدود غزة أحبطت محاولة حركة حماس إعادة بناء نفق لشن هجمات بحسب مزائمها وأوضحت أنه تم استخدام معلومات مخابراتية دقيقة وتكنولوجيا جديدة تمكنت بها قوات الدفاع الإسرائيلية من إحباط محاولة من جانب حماس لتجديد نفق إرهابي قديم قرب كرم أبو سالم في إشارة إلى معبر تجاري على الحدود مع القطاع وقال جيش الاحتلال إن قواته لم تعبر حدود غزة خلال العملية التي استهدفت النفق